بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بحل تمرين حول الجذور لسنة الرابعة متوسط وهي موجودة كذلك تمرين أخرى موجودة على قناتي في يوتيوب لأستاذ نوردين التمرين يقول أكتب على الشكل P في جذر ثلاثة حيث P عدد صحيح نسبي كلا من العددين أتيين عندنا l-A وعندنا l-B ثم سؤال ثاني قال تحقق منا أن A على B هو عدد طبيعي ننطلق على بركة الله إذن في الأول كتابة ماذا؟ نكتب هنا كتابة لاحظوا جيدا أبناء كتابة نعم إذن كتابة على الكتابة أو نقول الكتابة على الشكل P في جذر ثلاثة لاحظوا جيدا أكيد هنا l-A وال-B ما معنى ذلك؟ نتابع جيدا نأتي الأول أنولا إلى l-A ها هو قيمة ال�-A أبنائي لاحظ ها هي ال�-A ذكر لنا العدد العدد الذي ذكر لنا لاحظوا هو الجذر ثلاثة معناه كل الأمور هنا بالداخل تبقى لنا الجذر ثلاثة بهذه البساطة هنا وهنا وهنا معناه وكأن مساعدنا في ذلك كيف أبنائي؟ معناه لو نلاحظ جيدا نقول أنه A تصبح تساوي 27 هو عدد معهود لثلاثة لهو ماذا؟ لهو ثلاثة في تسعة لاحظوا جيدا كيف ظهرت الأمور زائد سبعة في لاحظ جيدا معناه لما يذكر هذه الثلاثة التي تحت الجذر معناه وكأنما أحب أن يقول لي قم بقسمة كل الأعداد التي موجودة بالداخل على الثلاثة تظهر لك الأمور كليا تظهر لك الأمور بأبسط طريقة يعني هذه الأمر يعني ما معناها؟ معناها سوف نقوم بقسمة 27 على ثلاثة أعطت لنا كم؟ تسعة خمسة وسبعون تقسيم ثلاثة أكيد سوف تعطي لنا كم أبنائي سوف تعطي لنا خمسة وعشرون معناه كأنما في ثلاثة لاحظوا ثم زائد ماذا؟ زائد ثلثمئة لو نقسمها على ثلاثة تعطي لنا أكيد مئة معناه في ثلاثة لاحظوا ما معناه؟ معناه خمسة وعشرون في ثلاثة كم تعطي لنا؟ خمسة وسبعون مئة في ثلاثة كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ثلثمئة سبعة وعشرون ثلاثة في سبعة في تسعة تعطي لنا سبعة وعشرون هذا العدد قلت الذي يعطى لك هنا بداخل الجذر قم بقسمة الأعداد التي داخل الجذر عليه فتنتج القيم بكل بساطة ماذا ينتج أبنائي؟ يساوي التسعة معروفة أنها إذا خرجت من الجذر تخرج بالعدد كم؟ بالثلاثة إذن ثلاثة لاحظوا جذر ثلاثة ثم ماذا؟ ثم زائد الخمسة وعشرون معروف جذر تام كم يخرج؟ يخرج بالعدد خمسة إذن وجد هنا سبعة لا دخل له فيها ويخرج بالعدد ماذا؟ في خمسة لأن هذه الخمسة وعشرون تخرج بخمسة بقينا بالداخل ماذا؟ جذر ثلاثة فقط لأن خرجت الخمسة وعشرون عندنا المئة معروفة أنها هي ماذا؟ هي العشرة الجذر التام هو العشرة نكتب هنا زائد أبنائي نستخرج هذا العدد كم قلنا؟ يخرج بـ عشرة الباقي بالداخل أكيد لهو الجذر ثلاثة لاحظوا الجذر ثلاثة التي أعطيها لنا ثم الآن نكمل نقطة بنقطة تصبح لنا A يساوي ما علينا الآن أبنائي إلا لنتعجل في الحساب تصبح لنا ثلاثة جذر ثلاثة هذا في هذا الزائد خمسة وثلاثون جذر ثلاثة عندنا زائد ماذا؟ أبنائي زائد عشرة جذر ثلاثة الآن نستخرج الجذر كعام مشترك من هنا ومن هنا ومن هنا نستخرجه من هنا ومن هنا ونضعه مثلا هنا ماذا ينتج؟ ينتج A يساوي ركزوا أرجوكم لما نحذف الجذر من هنا ماذا يبقى لدينا؟ نفتح قوسي يبقى لدينا الثلاثة ثم نحذفه من هنا يعني ننزعه كعام مشترك بقي لنا زائد ها هو زائد زائد خمسة وثلاثون ثم عندنا هنا زائد نكتب هنا زائد نحذفه كذلك من هنا كم ينتج؟ عشرة كليا استخرجناه كعام مشترك لهو هنا ها هو قد استخرجته تصبح تسوينا ماذا؟ خمسة واربعون زائد ماذا؟ زائد ثلاثة اللي هي ثمانية واربعون جذر ثلاثة اذا ها هي قيمة الأ مكتوبة بثمانية واربعون جذر ثلاثة ها هو البي يعني بي المطابقة البي هو هذا العدد لأنه قال بي في جذر ثلاثة البي هو ها هو أمامكم اللي هو ثمانية واربعا والجذر ثلاثة هو نفسه الجذر ثلاثة هذا فيما يخص ماذا؟ هذا فيما يخص الـ الآن نأتي إلى البي ركزوا اذا نكتب قيمة الـ هنا عندنا لأننا نحتاجها ربما في السؤال الذي بعده اذا وجدنا أنه يساوي كم قلنا؟ يساوينا ثمانية واربعون جذر ثلاثة هذه النقطة الأولى نأتي الآن إلى البي لاحظوا جيدا كذلك بالنسبة إلى البي أكيد سوف ينتج لنا الجذر ثلاثة كهو عام المشترك نتابع النقطة بنقطة إن ظهر ذلك تصبح تساوي هذا لو تتذكرون هو الجداء الشهير الأول أو المتطابق الشهير الأولى ماذا تقول؟ تقول مربع الأول هذا مربعه كم لما نربع ستة ستة وثلاثون زائد مربع الثاني هذا لما نربعه ربع الإثنان كم يصبح زائد إثنان لما نربعه هي الأربعة ولما نربع الجذر ثلاثة تعرفون أن أي شيء تربعه ويكون له الجذر يذهب بالجذر معناه تصبح في ثلاثة قلت جذر ثلاثة أبناء لما نربعها تعطي لكم ثلاثة والإثنان لما نربعها لأن لا يوجد لها جذر كم تصبح تصبح لنا أربعة هكذا حتى تكون الأمور جدا واضحة زائد ماذا؟ زائد ضعف الجداء ضعف الجداء إثنان في هذا لهو في إثناء في ستة في ماذا؟ في إثنان جذر ثلاثة ضعف الجداء ها هو الضعف ها هو الضعف الجداء معناه هذا في هذا ناقس لاحظوا كذلك هذه أربعة لما نربعها ها هو مربعها كم؟ ستة عشر الثلاثة لما نربعها قلنا لكن تحت الجذر تصبح لنا كم؟ ثلاثة لأن جذر ثلاثة مربع هو الثلاثة عندنا الناقس ها هو بالخارج يبقى هو نفسه الناقس ثم نكمل العمل يصبح بي يساوي ستة وثلاثون زائد اثنى عشر لأن هذا اثنى عشر وهذا مع هذا كم؟ اثنى عشر في هذا كم يصبح لنا؟ يصبح لنا زائد اربعة وعشرون لاحظوا جيدا جذر ثلاثة لأن هذه اثنى عشر في اثنان جذر ثلاثة ناقس ماذا؟ ناقس هذا في هذا اللي هو كم؟ يصبح لنا ثلاث اثنان واربعون لاحظوا جيدا ليس اثنان واربعون إنما الثمانية واربعون عفوا أعذرون يا ابني لأن ستة عشر والستة عشر تصوير اثنان وثلاثون والستة عشر سوف تصبح لنا ثمانية واربعون الآن نكمل العمل الأبناء نقطة بنقطة تصبح بيساوي نقوم بجمع الأداد إذن عندنا ماذا؟ ستة وثلاثون زائد عشر ثمانية واربعون ستة واربعون والاثنان يعني تعطينا ثمانية واربعون إذا هذا مباشرة مع هذا مع هذا لأن هذه ثمانية واربعون وهذه ناقص ثمانية واربعون إن لم تعرفوا ذلك قموا بالآل حسبة تذهب هذه لاحظوا ماذا بقي لنا بقي لنا أربعة وعشرون في جذر ثلاثة هذه هي قيمة البي حيث قال هو ماذا؟ قال هو بي جذر ثلاثة معنى هذا البي هذا البي أبنائي بالمطبقة كم يصبح؟ لأنه هو الأربعة والعشرون لأن الثلاثة جذرها جذر ثلاثة إذن يصبح لنا بي يساوي أربعة وعشرون جذر ماذا؟ ثلاثة ها هو الأمر قد قضي يا أبنائي بي أبسط طريقة معناه الآن ناتي بعدما أكملنا بعدما أكملنا مع تلك قلت وهذه جداء الشهرة عليكم بحفظها إن لم تقوموا بتريدون أحد الطلبة يعني لا يمكنوا أن يحفظها يمكن أن تقسيمها على جزآين تقل جذر تقل إن تقل شهرة جذر ثلاثة مضروبة في نفسها هي ٦ أغنations جذر ثلاثة وتقوم أبنائي بعمله هذا في هذا كم ستة وثلاثون ثم هذا في هذا كم زائد 12 جذر 3 ثم ماذا؟ ثم هذا في هذا كم زائد 12 جذر 3 ثم عندنا هذا في هذا كم الأثنان في الأثنان هي الأربعة والجذر الثلاثة في الجذر الثلاثة اللي هي كم هي ثلاثة لأن يذهب للجذر ونكمل العمل هذه فيما يخص هذه الأمور الآن بعد ما أكملنا مع تلك نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال تحقق أن A على B هو عدد طبيعي إذن نكتب التحقق أن A على B كيف هو عدد طبيعي ما معنى عدد طبيعي؟ معنى لما نقوم بقسمة A على B نجد أنه قيمة ثابتة أو قيمة طبيعية نتابع جيدا إذن عندنا A على B فيه طلب ربما يقول يا أستاذ سوف أعمل بهذه القيمة على هذه القيمة يعني هذه على لا لا هذا أمر كبير جدا ما عليك إلا إتيان بقيمة A والB التي تحصلت عليها في عملية الحساب هي هذه وهذه نتابع هذه وهذه عندنا A ها هي قيمته نجعل هنا خط الآن نأتي بقيمتها هنا تصبح 48 جذر ثلاثة والB ها هي قيمتها نأتي بها هنا تصبح 24 جذر ثلاثة بما أن هنا عملية كسر نذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح A على B يسع لنا 48 على 24 يمكن لنا القسم على ماذا؟ على 24 هنا ويمكن القسم على 24 أجعله بالآلة الحاسبة سوف تعطيكم النتيجة إثناني إذن A على B ظهرت أنها إثنان وهذا ينتمي إلى الأعداد الطبيعية إذن ماذا يمكن أن نقول في النتيجة النهائية؟ ومنه A على B عدد كيف هو؟ طا طبيعي لأن إثناني ينتمي إلى آن يعني عدد طبيعي بهذه البساطة المطلقة أبنائي قد تعلمنا كيفية حل هذه الجذور وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من هذا التمرين كما زور موقعا لهو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته